طيب فيديو النهاردة هنتعرف على احد اهم المصطلحات اللي ممتشرة حاليا في المجال بتاعنا وهو المصطلح اللي اسمه Infrastructure as a Code طرح غريب شوية كده تعالوا بينا ايه نتعرف يعني ايه Infrastructure as a Code او ال IAC وليه اصلا محتاجين حاليا في المجال لحاجة زي كده طيب انا اعمل اجندة كده فالحاجات اللي هنتكلم عليها سريعا اول حاجة هنتكلم يعني Infrastructure as a Code التعريب بتاعها نفهمها بشكل نظري بعد كده نتكلم على الانواع المختلفة من ال IAC بعد كده هنتكلم على الفرق بين Declarative وال Imperative Infrastructure عشان لما نيجي نتعلم tool معينة نبقى عارفين هل هي دي شغلة بطريقة Declarative ولا Imperative ومش دول بس لا احنا بحاجة كمان نعرف الفرق بين المutable والImmutable Infrastructure ودي حاجة مهمة جدا وكمان الAgent والAgent Listen زي ما احنا ايه عارفين فيه ادوات كتيرة جدا موجودة في موضوع Infrastructure as a Code ففي منهم بقى Declarative في منهم Imperative في منهم الAgent في منهم الAgentless وهكذا يعني ونتكلم كمان على ايه الفوائد اللي خلتنا نروح لنمط زي دول واخر حاجة هنتكلم عليها هي Tools المختلفة للInfrastructure as a Code تعالوا بينا نعرف بس الاول كده يعني ايه اصلا Infrastructure Infrastructure بالعربي يعني البنية التحتية يعني ايه بقى IT Infrastructure بص ياسين بيقولك ان traditional IT Infrastructure البنية التحتية التقليدية التكنولوجيا المعلومات بتتكون من الـ Usual Hardware Software Components زي ايه بقى Data Centers Server Networking Hardware Switches, Routers, Hubs, Firewalls Applications حتى حتى الـ Applications جزء من الـ IT Infrastructure اه حتى الـ Applications أو Solutions بتاعت الـ Software بتبقى تعتبر من الـ IT Infrastructure دي الـ Infrastructure التقليدية العادية خالص عندك أوضاء Data Center أو أكتر على حسب لو الشركة بتاعك كبيرة مجموعة السرافر اللي موجودة فيها بقى بالـ Operating Systems بالـ Software اللي موجودة اسمه IT Infrastructure طيب ايه بقى الـ Infrastructure as a Code فرقة ايه عن الـ Infrastructure العادية طيب تعالوا نرى التعريف دي بقولك الـ Infrastructure as a Code بتتعرف بالتالي Using استخدام Software Code Software Code اهو بيقولك حاجة مش Hardware حاجة Software بتكتب Code فور خلي بالك بقى عشان دي مهمة جداً Resource Provisioning ان انت تمد الـ Resources اللي انت محتاجها من خلال استخدام الـ Code في Data Center أو Cloud Environment يعني كده عارفنا ان هي شغالة ممكن On-Premises عندنا لو عندنا Data Center او اجهزة بتاعتنا شغالة بدون ايه او لو فيه كلاود انفايرومين شغالين عليها زي الـ Ether أو الـ AWS وغيرهم يعني وبيقولك بقى بدل من الـ Hardware Setting تتعد تعمل Hardware Setting و Configuration Tools تقدر تستخدم الـ Infrastructure as Code ويكون معاك كمان ان انت تقدر تعمل Automation زي ما هنشوف وتعمل كمان Remote Provisioning ان انت تقدر تمد الـ Infrastructure اللي انت عايزها بشكل Remoteلي من غير ما تكون موجود في المكان اللي انت عايز تعمله Infrastructure طيب وبيأكد على المعلومة كمان وبيقولك ان موضوع الـ IAC ده بيمانج ويبروفيجن الـ Data Center من خلال Code Module عندك بعض الـ Module هي اللي بتقدر توفر لك الـ Server ديت فكرة حلوة جدا بصراحة يعني انت عندك شوية Code يعمل لك Infrastructure زي ما هنشوف يعني احسن ما انت كنت بتعمل Interactive Configuration Tools و Physical Hardware Configuration بدل ما كان فيه شخص بنفسه بينزل يعمل الـ Configuration ديت دلوقتي لا نقدر من خلال Configuration File او File هو يعمل لنا ايه الـ Configuration ديت يعني بيقولك straightforward بشكل صريح كده الـ IAC بتعني ان انت تقدر تمانج تتحكم في الـ IT Infrastructure بتاعتك من خلال سطور Code حاجة اعجاز بصراحة الفكرة نفسها بعيدة عن التطبيق حلوة جدا وبيقولك بقى النقطة مهمة جدا ان الكود للـ Infrastructure ده بيبقى جزء من المشروع بتاعك فبالتالي تقدر تحط الكود بتاعك ده جوه Version Control System اي ان كان هو ايه وتعملوا بقى Tracking وMonitoring وتعرف مين عمل ايه ومين عدل ايه ونقدر نـ Update بشكل Incremental اللي باعدين يزود حاجة في الـ Infrastructure بتاعتنا حاجة فمنتهى ايه الابداع بصراحة طيب تعالوا نبص على الـ Diagram الـ Diagram ده بيقولك ان احنا بيكون عندنا شوية الـ Developers بيقدروا يكتبوا Infrastructure Code بشكل الماب باختلاف التول يعني وتقدر طبعا ايه تخضعها زي ما احنا لساقلين لـ Version Control فتسايف بقى كل انت بتعمله مين عدل وامتى وكل التفاصيل اللي احنا عارفينها ديه وتقدر بعد بتكتب الـ Infrastructure Code دوت ان انت تروح تكلم الـ API بتاع التول اللي انت بتكلمها ديت وليكن يعني API وتقدر من خلاله ان انت تكريات Infrastructure Server وترموت عليه وتشتغل عليه والناس تشغل عليها دي خالص On-Premises او على الـ Cloud من خلال الـ Infrastructure Code اللي انت ايه كتبته ده طيب بيقولك بقى ان الـ ISE بيشتغل من خلال ما يسمى Templates او زي ما هنشوف الـ Configuration File ديه بيتم إنشاؤها According to Configuration Specifications عندك Already Specifications مسبقة بتحطها في الفايل دوت في الـ Infrastructure اللي انت عايزها بناء على الـ Template او الـ Specs اللي انت حاطته بيقولك المصطلح ده نقدر نسميه Codifying Your Infrastructure ان انت بتحول CodeGam Encoding يعني وفاينج يعني تحول ايه تكويد يعني تكويد الـ Infrastructure بتاعك طيب عندنا انواع مختلفة من الـ Infrastructure as a Code ممكن نتنقش بقى هم اربعة تلاتة او خمسة خلينا ناخد ايه المثال ده بيقولك ان انت ممكن يبقى عندك Scripts اعتقد دي كلنا ممكن يكون من استخدمها عندك Script معين بيران بعمل حاجة معينة بيقولك Scripting is a very direct وسيلة مباشرة جدا بيقولك ان الطريقة ده تحت الـ Scripting بسيطة غالبا بيكون بتعمل ايه Task واحدة يعني وما بيكونش ايه Task معقدة او مجموعة تسقات ايه معقدة يعني طيب تاني نقطة عندنا وهي اللي اسمها Configuration Management Tools ودي بقى فيها كلام كتير وبورسات كتير وطولز كتيرة بيقولك الادوات ديت بتقدر تيمبليمنت اوتوميشن بواسطة انها بتقدر تعمل Installing وConfiguring للسيربر بيقولك ان النوع ده من ISE is designed for complex tasks النوع ده من ISE مصمم للتاسكس المعقدة عشان كده التولز دي موجودة عشان تقدر تهاندل التاسكس المعقدة ديت تمام؟ طيب نوع تالت عندنا وهو Provisioning Tools الProvisioning Tools هي اصلا اللي بتكريات الـ Infrastructure من الاول بكل بساطة يعني ما عندكش Infrastructure عندك Provisioning Tools زي ما هنشوف انواعهم كتير زي الـ Terraformual وكلاود فورميشن وغيرهم يبقى عندك Infrastructure عندك Domain عندك Web Server عندك Data Base من مفيش تروح تكاريت لك Infrastructure كم لو تقدر تعمل عليها خالص وتحط الـ Application لان ده ايه الهدف اصلا من وجود ان احنا سواء بنعمل بنوفر Infrastructure او بنقدتها او بنغيرها يعني احنا اكيد مش بنعمل كده لمجرد ان احنا عندنا Environment لا الهدف ان احنا اصلا نشغل Application طيب واخر حاجة عمدنا ايه الـ Containers والـ Templating Tools Containers طبعا زي الـ Docker وكوبرنيت بيقولك بين الادوات دي بتقدر تـ Formulate Template تعملك Formulate كده لـ Template انت عايزها من خلال Image Preloaded متحمل فيها اريدي كل الـ Libraries والـ Components الـ Application ده محتاجة عشان نرن زي ما شفنا ايه في كورس الدكر لو حد كانت فرج على كورس الدكر او عموما لو هو ايه بكورس الدكر دي هكيه طيب فدول نقدر نتسمهم ايه الـ 4 انواع الرئيسية بخصوص الـ IAC طيب لو فاكرين في الاجندا كده في الاول خالص احنا اقولنا ان احنا عندنا ايه نوعين كده محتاجين نوضح الفرقات بينهم اول حاجة عندنا هو الـ To Approaches طرقتين واحنا بديعمل Automating Infrastructure فاول نوع عندنا بيكون اسمه Declarative وساعات بيتقال عليه ايه Functional عشان ايه لو شفتها برضو ما تفتكرشن دي حاجة تانية الـ Declarative هو الـ Functional وبيقولك ان ده تقدر انت تدفين الـ Desire State ويمكن النايس اللي حضرت كورس الكوبرنيتز كلمنا على الـ Desire State أو في الـ Final Solution ان انا عايز في الاخر اوصل الـ State معينة مش هحددلك بقى انت تروح ازاي او تتصرف ازاي اقولك انا عايزك تعملي سيرفر بيعمل كذا او مجموعة سيرفر بتعمل كذا او Infrastructure عموما يعني بتعمل كذا مش هديك Steps الـ Step by Step مش موجودة في الـ Declaratives موجودة في النوع الثاني الـ Step by Step Executions بيتم تحددها بواسطة الطول نفسها يعني لو هنشتغل بالـ Terraform هقول له نعايز اكريات بشكل فلاني مش هقول له بقى اروح اعمل 1 2 3 4 زي ما كنا بنعمل مثلا في ايه؟ في الـ Docker كنا بروح نحددله في الـ Docker File Steps يمشي عليها لا احنا مش نعمل كده هو يروح يعمل اللي احنا عايزينه على طول والـ Handling دوت او الطريقة اللي هيمشي عليها في الـ Declarative دي هي مش بتبقى ظاهرة اليوزر فانت في الاخر ليك احنا عملنا كذا الطريقة ايه مش مهمة؟ والـ Declarative Tool طبعا هي والطريقة ديت هي تقريبا نقدر نوع عليها الأكثر شيوعا واللي مسيطرة تحديدا في الحتة بتاعة الـ Infrastructure as a Code طيب الطريقة الثانية ايه؟ الـ Imperative وساعات بيتقال عليها الـ Procedural لانها جاية ايه؟ Procedural يعني إجراء Procedural يعني إجرائي في إجراءات هتتحدد لي 1 2 3 4 Step by Step يبقى Step by Step بقى بنتكرم على Imperative Technique يقولك بتحدد الخطوات تعمل لها Execution بالترتيب عشان تريتش الـ Desire Solution اللي انت عايز توصله تمام؟ طيب أشهر Tools عندنا في الـ Declarative او اللي بستخدم الـ Declarative Technique Terraform Docker Kubernetes كل دول ايه؟ Declarative طيب الـ Imperative عمدنا بقى Puppet Chef Answer بكل دول ايه؟ بيكونوا Step by Step Tools لازم انت تحدد له ويعمل ايه بالظبط طيب عندنا فروقات بين نوعين تانين برضو وهم الميوتبل والإنميوتبل والناس اللي ممكن جاية من الـ Programming ممكن احنا اتكلمنا على موضوع الفروقات بين الميوتبل وإنميوتبل في لغات البرمجة معناها ايه هنا بقى؟ ميوتبل بكل بساطة ميوتبل infrastructure can be changed هو ده اللي انت محتاجم مشموله تكمل أصلا can be changed حاجة ينفع تتغير infrastructure ينفع تتغير عشان ايه؟ تفت الـ Business Need بيقولك ان انت تقدر بشكل سهل تقدم تقدم Updates تعمل Updates يعني ميوتبل واشهر التولز اللي بتخليك او تمكنك تخليك تعمل ميوتبل infrastructure او شغالين بالتجنيك دوت بابت وتشاف وانسابله برده طيب الناحية التانية ميوتبل infrastructure cannot be changed once deployed يعني once ان انت عملت deploy للإنفرستركشور ديت اي ان كان انت بتعمل ايه بالظبط خلص تنفع تتغيرها لو عايز تعدل هتربلس بـ New Version زي ايه لو حد تفكر كده؟ زي الـ Docker والكوبرنيتس والترافورم زي ما هنشوف Docker لما بتعمل كنتينر بيعمل حاجة معاينة وغيرت هتروح تعدل في الكنتينر متاح بس هتبقى التكلفة بتاعته عالية جدا فبتروح تعمل ايه بترميل كنتينر القديم مفيش حد بروح يعدل ويروح اعمل كنتينر جديد او في الكوبرنيتس يروح يعمل لك ايه بوتز جديدة او deployments جديدة وهكذا يعني ونفس كلام برضو ايه في الترافورم فكده ايه فهمنا الفرق بين الميوتبل والميوتبل infrastructure طيب عندنا حاجة تانية برضو محتاجين نوضح الفرق بينهم وهي الاجنت والاجنتلس طيب يعني ايه اصلا ايجنت يكيد انت ممكن تكون سمعت الكلام ده قبل كده الاجنت مش نازل عالجهاز او كده يعني يقولك بقى ان الاجنت based tools الادوات المعتمدة عن ان يكون فيه ايجنت زي بابت كده وغيرهم طبعا مش بابت فقط يعني بيريكواير مطلوب منها ان اليوزر او الجهاز ينزل عنده software عشان الجهاز ده ينفع يتعمله manage من خلال السيرفر نفسه بيقولك each of these agents كل واحد من الاجنت دي بيكميونيكيت من خلال encrypted communication method وسائل اتصالي يعني معمول لها encryption لي الماستر اللي هو بيكون السيرفر اللي بتحكم في كل الاجهزة دي وقدر بعد كده بقى ابوش منه الupdates يعني which stores the desired configuration of the machines فيه بقى كل الconfigurations اللي انا عايز امنج الماشين دي يجيها يبقى احنا عمدينا على كل جهاز نازل software كده اسمه agent والسيرفر نفسه الرئيسي الماستر زي ما هو مسميه في التعريف هو اللي بتريد يتحكم في الاجهزة ديت من خلال الاجنت ده الاجنت دوت لو مش موجود على الاجهزة انا كماستر او انا كسيرفر مش هقدر اتحكم في الاجهزة الفراعية او ابوش the desired configurations الاجنت لس واضح من اسمه كده اي حاجة لست ما موجود الاجنت لس الاجنت ليس موجود مثل انسبل كده مش بيريكواير agents تكون معمول لها installation على المكان عشان يقدر يكوميونيكايت مع السيرفر او ياخد الاتديتس بتاعي بيكوميونيكايت من خلال البروتوكولز زي مثلا SSH فيقولك ان الطريقة دي بتكون سريعة وسهلة للـ deployments انها ايه تتعامل طبعا يعني بس يقولك ان ممكن يكون لها ايه بعض يعني او العيوب ان ما تقدرش ايه تريبورت current state بتاع كل ايه ماشين ممكن طبعا ايه نعمل فيديو مخصوصة على الاجنت والاجنت لس والmonitoring كمان بس ايه ايه انا كله عايز اقترافه ان فيه تولز لازم يكون فيه اه بالاي اي سي تولز يعني يكون فيه ايجنت نازل وفيه تولز لا مش محتاجين يكون فيه ايجنت نازل زي الانسبل والترافه طيب كده فهمنا ثلاث حاجات فهمنا يعني ايه mutable وimmutable infrastructure فهمنا الفرق بين declarative والimperative وفهمنا ايه الاجنت والاجنت لس تمام طيب ايه الفوايد بقى اللي انا استفيدها لما استخدم تكنيك زي الinfrastructure as a code طيب اول حاجة بيقولها لك efficiency يعني كفاءة الكفاءة دي تتمثل في ايه ان الconfiguration فايلز اللي عندنا دي بتقدر تزود عليها بشكل incrementally يعني انا عندي فايل فيه 10 حاجات اخليهم 12 حاجة 13 حاجة بيحتفظ هو بكل الكلام دو تفقدر رول باك لأي previous version انا عايزها لان انا عندي النسخة اللي كان فيها 11 او 12 او غيرت specifications ومعينة اسيبكم الارقام احنا بس عشان نبسط الامور الinfrastructure بتاعتي بتتbuild overtime بقى مع الوقت يبتدي عندي overtime وعندي كل versions اللي انا مريد بيها وده في العادي ميكونش حاصل لو انت بتشتغل بالtraditional infrastructure اللي لو كان بقى حد شاضر جدا بيعمل documentation لكل حاجة بتتعمل وده اعتقد بيكون صعب ومش بالسهولة ديت يعني وطبعا السبب الرئيسي ان انا بقدر احتفظ فيها version control ان انا بقى عندي versioning انا عندي versions مختلفة للinfrastructure بتاعتي وقدر اتراك كل update اتعمل امتى ومي اللي عمله يعني وتدر طبعا تضيف comments لكل code change او comment بتعملها يعني وطبعا ما تنساش السرعة ان انت العملية نفسها بتاعت ان انت build up infrastructure بالtraditional infrastructure بتاخد وقت ومجهود كبير جدا على عكسة لما يكون عندك file code انت بترنه وراملك infrastructure طبعا انا عايز create infrastructure دي في مكان تاني في فرع تاني في الشركة بتاعنا في بلد تانية لو انا بعمل بقى traditional infrastructure هروح اعمل كل حاجة manual beady اتاخد وقت كبير جدا غير ما يكون عندي هو file already انا محدده مش هغلط قللت ال human risks اللي عندي واروح ايه افاير ال infrastructure اللي انا ايه عايزها دي طبعا اسبوع بقى عايز اصغر عايز اكبر كل ده ايه متاح يعني وطبعا بالتالي collaboration collaboration من المصطلحات المستخدمة كتير في مجالنا في حاول ايه تبقى على طول بتقولها collaboration ناس بطبس لما تسمح collaboration دي files ديه في نفس الوقت using branches مثلا تطبع بقى تعمل merge to pull request كل حاجة اللي انا عارفينها ديه حاجة مهمة جدا برضه من الفوائد بتاعت ال infrastructure as a code ان هو بي eliminate ما يسمى بال configuration drift ده مصطلح كده configuration drift ايه configuration drift ده بقى configuration drift ده لما configuration بتاعت ال environment بتاعتك تdrift يعني ايه تنبسط عن المصار بتاعه تخرج خارج المصار بشكل تدريجي طبعا يعني لما انت مش محتاج بعض السيريفر او بعض السيرفز معينة الطلبات بتاعت المنظمة او الشركة او الهيئة اللي انت شغال فيها تغيرت وانت لو انت عندك physical hardware غالبا ايه متش تبقى امركز طبعا مع كل لو عندك حاجة كبيرة يعني تمركز بقى مع كل سيرفر وكل سيرفز عندكو لا فبيحصل بعض configuration drift ده مش يحصل معك لو بتستخدم ISE زي ترافور مثلا فبالتالي تقدر تبعد بقى ان يكون عندك Unstability أو Downtime A Unexpected A System Behavior يعني تقدر طبعا تستبعد ايه جزء كبير من Security Vulnerabilities طيب نقطة تانية هي Stable أو Scalable Environment انت دلوقتي جاي تعمل infrastructure جديدة لحسب بقى ال Business Needs بتاعتك عندك بقى Requestions انت متوقع انها تكون كبيرة جدا عليك ترافيك عالية تقدر بقى تكبر تصغر infrastructure بتاعتك بكل سهولة من خلال مجرد file description انت بتكتبه عايز كم سيرفر عايز كم database وعايز كم load balance نصير شكله عامل ازاي هيشتغل ازاي نقطة اخيرة هنستعرضها وهي Disaster Recovery طالح معروف جدا طبعا عند System Administrators بغض النظر عن الطول اللي انت بتستخدمها لو في اي حاجة حصلت غلط وانت شغل still عندك ايه في ال versioning عندك الفايل نفسه اللي انت كريدت بيه ال infrastructure لو انت كريدت واحد جديد بواز الدنيا او في حاجة غلط بتقدر ترجع لاخر نسخة شغالها وتشغلها بدون اي مشاكل خالص واعتقد ده حاجة مش حصلة في ال traditional infrastructure الكلام المهم بقى ده اهم حاجة ايه التولز اللي متاح عندنا اعتقد ممكن يكون جزء كبير منك وعارب اغلبهم يعني Teraform طبعا على رأسهم Puppet طبعا من التولز المشهورة جدا AWS CloudFormation ده خاص بيه Amazon Web Services ويشغل على الكلاود فقط والانسب له طبعا يمكن انسب له ايه اكثرهم نتجن يعني هو وتشاف اقدمهم واخثرهم نتجن يعني تقدر بقى تروح تعمل ايه تبتل تشوف بقى كل واحدة طبق الله دي agent ولا agentless طب ده declarative ولا imperative طب ايه اللانجوش اللي مستخدمة فيها طب ايه اللي مستخدمة في ال Puppet يعني نقدر نقول ان ال Teraform الوظيفة بتاعتها بتعمل ايه بتعمل Provisioning هنيكلم طبعا على الترافورم بالتفصيل ال approach بتاعها ايه declarative ال infrastructure immutable طيب بالنسبة ال Puppet Puppet configuration management tool مش immutable طب انسب انسب له برضو configuration management imperative مش declarative ومutable وهكذا يعني هبقى ايه حاولي نزلكوا جدول بالطفلية دية يعني بس اتمنى اكونش طوالت عليكو اتمنى اكون في بعض الاسئلة وضحت يعني ليكو بخصوص ال infrastructure as a code شوفكو الفيديو كحضر ان شاء الله